و بعدين هعمل ايه دلوقتي الفلوس اللي معي قربت تخلص و من بعد ما اكرم جوزي مات ما بقاش عندنا مصدر دخل تاني ولازم اتصرق وصريف الولاد كتير واحتياجاتهم بقت كتيرة مش عايزة حسسهم بأي فرد انا عارفة انها قال لي حاجة بتأثر فيهم صباح الخير يا ماما صباح الخير يا شاهدي حبيبتي مالك يا ماما قاعدة كده ليه بتفكر في ايه وشكلك حزين كده لا يا حبيبتي مفيش حاجة انا كويسة اهو انا هعمل الفطار ونفتر انا وانتي وصحي مصطفى كمان يفتر معينا ونفتر مع بعض زي زمان لا يا حبيبتي افتري انتي واخوكي انا افترت من بدري ماشي يا ماما اما اروح بقى صحي مصطفى مصطفى يا مصطفى ايوة ايوة يا شاهد اسحبا يا مصطفى انا حضرت الفطار ماشي ماشي حاضر هقومه صباح الخير يا ماما عامل ايه النهاردة صباح النور يا حبيب ماما انا الحمد لله كويسة طب ليه يا ماما دايما انشايل الهم كده ومتضايقة لا يا حبيبي انا كويسة خالص مفيش اي حي ماما انا مش عايزك تشيلي هم مصاريف خالص ولا تشغلي بالي ازاي بس يا مصطفى وانت شايف الظروف اتغيرت والفلوس اللي معايا بقت وليلة يا دوب بتكفي مصاريف اليوم انا يا ماما كنت لسه هتكلم معاك في الموضوع ده موضوع ايه يا مصطفى انا هشتغل يا ماما عشان اساعدك في مصاريف البيت وما تشيلش هم وما تكونش زعلانة لا طبعا ايه اللي بتقوله ده لا انت مش هتشتغل انت كمان هتفضل عايش كويس ومش هتحس باي فرق لا يا ماما انا كبرت وقدر اعتمد على نفسي واطرف عليك انت واختي كمان روح يا مصطفى يلا افتر مع اختك ومش عايزك تكلمني في الموضوع ده تاني ليه بس يا ماما يلا يا مصطفى روح افتر مع اختك بقى واسمع الكلام حاضر يا ماما بقول لكم ايه يا ولاد انا هخرج اروح لخليتكم شوية ومش هتأخر طيب ما تاخديني معاك يا ماما لا لا خليكم انا مش هتأخر يلا سلام سلام عليكم مش محتاجين حد يشتغل لا مش محتاجين حد يا استاذة طيب شكرا لو سمحت مش محتاجين حد يشتغل هنا انا بعمل اكل حلوة قوي واقدر اشتغل بنص المرتب احنا دلوقتي مش محتاجين حد لما نحتاج هنبقى نبلغك طيب انا ممكن اغسل الاطباق والسحون ونظف المطعم طيب سيبي رقم تليفوني ولو احتاج ناجي هنتزل بيك طيب شكرا انا بجد تعبت اعمل ايه بس انا ما سبتش مكان غير لما دورت فيه على شغل كان نفس الاقي شغل مصطفى هي ماما تأخرت كده ليه مش هي قالت هروح لخلته وارجع على طول تبقى لها جتير قوي ايوه صحيح يا شهد طب انا هتتصل بماما اشوفها اتأخرت ليه ها يا مصطفى يوه الموبايل بتاعها خارج الخدمة طب انا هرن على موبايل خلته ازايك يا خلته اهلا يا مصطفى ازايك انا كويس يا خلته هي ماما لسه عندك ولا مشت اصل باتتصل بيها موبايلها خارج الخدمة ماما ماما ما جاتش عندي النهار ده يا مصطفى ايه طيب هتكون راحت فين تخرجت وقالت ان هي جايالك لا يا حبيبي ما جاتش طب يا مصطفى اول ما ترجع تمني عليها حاضر يا خلته مع السلامة ايه ده يا مصطفى يا ما راحتش عند خلته لا يا شهد طيب هنعمل ايه انا هخرج ادور عليها وخليك انت هنا اول ما هي ترجع تكلميني انا لانا قوي هي ليه موبايلها مغلب يا ترى انت روحتي فين يا ماما ماما ازايك يا مصطفى ماما حاببتي كنت فين يا ماما اتصلنا بك كتير قوي موبايلك خارج الخدمة وعواد بيبقى مغلط وبعد كده اتصلنا بخلته وقالت ان انت مروحتش عندها قلقتين يا ماما كنت فين انا مروحتش لخلته ولا حاجة انا خرقت عشان ادور على مكان اشتغل فيه طب ليه يا ماما مرددش على الموبايل وانا اتصلت بنا عشان تطمينينا انت اتأخرت قوي هو فين موبايلك اصلا يا ماما ليه مغلط انا بعت الموبايل اهو نصرف من فلوسه شوية لحد ام لاقي شغل وهشتري موبايل صغير تاني مش لازم موبايل غالي يعني طب وليه بس يا ماما تعملي كده ليه تبيعي الموبايل وهو انا يعني هعمل ايه بالموبايل الغالي انا عايزة الموبايل اتكلم فيه وخلاص انا مش محتاجة الموبايل في اكتر من كده طب تعالي بقى يا ماما نتغدى انت اكيد جوعتي حاضر ياولاد هنكل مع بعض وبعدها هنخرج اشتري لكم لبس الشتة داخل علينا والجو بقى برد واللبس اللي عندكم صغير وما بقاش ينفعكم طيب مش مشكلة اللبس دلوقتي يا ماما ايو يا ماما عادي مش مشكلة مش لازم لبس دلوقتي احنا قنلبس اي حاجة من اللي عندنا يلا بس تعالوا ناكل انا جعينا يلا ياولاد تعالوا ندخل المحل ده يلا يا مصطفى اختار اللبس اللي يعجبك ماشي يا ماما انا هاختار ده ايه رأيكم حلوة عليها قلوة عليك قوي يا مصطفى استنوا ياولادا ما اسأل بكام بكام الجاكت ده لو سمحت بخمسمائة جنيه يا أستاذة الجاكت يا ماما بخمسمائة جنيه ده غالي قوي مش مشكلة يا ماما انا هاخد اي حاجة تاني طيب استنوا هنا ياولاد انا هتصل بالتليفون وارجعلكم اعمل ايه بس ده انا مش معي غير الف جنيه بقية من فلوس الموبايل الله يرحمك يا اكرم من بعد ما سبتنا وكل حاجة بقت صعبة انا مش عايزة زعها الولادي يا خبر الستة دي صعبت علي قوي دي باين عليها غلبانة ومش معاها فلوس تشتري لبس للولاد انا لازم اساعدها باي حاجة يا مدام يا مدام انا اسف حضرتك خلصت تليفون ايوة انا كنت بكلم اخت معلش انا تأخرت المحل عام العرض حلو قوي اشتري جاكت وخدي معاها خمس قطع هدية القطع اللي تختريها ده عرض مايتفوتش يا أستاذ لازم تشتريه ايه ده يعني انا لو اشتريت الجاكت ده بخمسمائة جنيه هاخد معاه خمس حاجات كمان ايوة يا أستاذ انا كنت هقولك بس لقيتك بتتكلمي في التليفون الحمد لله يا رب طيب انا هاخد الجاكت ده وهاخد لهم لبس تاني اتفضلي اتفضلي المحل تحت أمرك ماما انا خلاص مش هاخد الجاكت وهاخد اي حاجة تانية او مش لازم نشتري لبس النهاردة لا يا أولاد ده صاحب المحل عامل عرض حلوة قوي يلا اختاروا اللبس اللي انتوا عايزين يعني انا كمان يا ماما اقدر اشتري اي حاجة ايوة يا حبيبتي ياه الحمد لله ان انا قدرت افرحهم واسعيدهم ربنا يكرمك ويبارك لك في رزقك للا أولاد فرحانين قوي حضرتك تقدري تيجي المحل تاخد اللي انت عايزاه في اي وقت متشكرة قوي ايه ده ده الاستاذ سعيد المحامل قالو ايوة يا استاذ سعيد مبروك يا استاذ محمود انت كسبت القضية بتاعة الارض وتقدر تبعها في اي وقت واخد بالك هتجيب لك سعر عالي قوي لان القضية تحلت دي تساوي ملايين ياه انا مش مسدق نفسي بجد ان القضية تحلت دي بقى لها سنين وكمان الارض سعرها زاد بقت بملايين الحمد لله متشكر قوي يا استاذ سعيد خلص لي بقى اجراءات الارض حاضر حاضر الف مبروك يا استاذ محمود الله يبارك فيك احنا اخترنا شوية حاجات وهنحسب عليها ده انتو وش السعد علي يعني الوقت اللي تيجو فيه المحل اكسب قضية كبيرة كانت عاملالي مشكلة وازمة جامدة انتو بقى هتاخدوا كل اللبس هدية مني ومش هتدفعوا اي حاجة مبروك يا استاذ انك كسبت القضية اكيد انت طيب وابن حلال وربنا اكرمك عشان انت طيب وكريم فعلا الحمد لله ربنا كريم انا عايزكم بقى تطلبوا كل اللي نفسكم فيه وقولولي انتو عايزين ايه ومحتاجين ايه وسكنين فين وبتشتغلوا ايه وظروفكم ايه انا سكنة في اطراف المدينة عند الهايبر ومش بشتغل ياريت بقى لو عندك مكان تشغلني فيه اي حاجة حتى لو هشتغل في المحل هنا يا عمو ماما كان نفسها تطلع عشيف عشان اكلها خلوة قوي بس بابا لما كان عايش كان رفض ان هي تشتغل خلاص من بكرا ان شاء الله هأجرلك مكان تفتحيه مطعم وهكون شريك معاجي في المطعم بس ده كتير قوي يا استاذ محمود والله يا مدام بدخلكم المحل والشكم كان حلوة علي وحق ارجعلي بعد سنين طويلة ودي حاجة بسيطة قدر اقدمها لكم انا هاخد تليفونك وبكرا ان شاء الله هكلمك وعد عليكم ونروح نشوف المكان اللي هنأجره ما اقول يا ولاد بقى انا اللي كنت بلفة على المطاعم عشان الاقي شغل ومحدش قد يشغلني ومرة واحدة كده ممكن يبقى عندي مطعم يا ما انت كريم يا رب ان شاء الله يا ماما هيبقى عندك اكبر مطعم وتبقى مشهورة قوي طب يلا ناخد اللبس ونمشي بقى شكرا يا عم على اللبس شكرا يا عم هستنى تليفون حضرتك بكرا ان شاء الله ان شاء الله يا يا ماما انا فرحانة قوي اللبس اللي انا اخترته كله حلو وجميل انا هطلع بقى قدتي اقلبسه واشوفه بقى قدام المراية وانت كمان يا ماما هيبقى عندك مطعم الحمد لله يا ولاد ربنا ما بيسبش حد يلا طلعوا ناموا بقى عشان تصحوا معايا بكرا بدري ماشي يا ماما تصبحي على خير تصبحي على خير يا ماما وانتو من اهل الخير يا حبيبي اما روح بقى عدي على الستة الطيبة دي هي وولدها اما ادخل بقى صاحي الاولاد بدل من اتأخر على الاستاذ محمود يا ولاد يا شهد يا مصطفى ايه ده انتو صحيين ولابسين كمان ايوة يا ماما طبعا صحيين وجاهزين من بدري يا خبر اهل استاذ محمود جاه يلا بينا صباح الخير يا استاذ محمود صباح الخير يا عم صباح الخير يا عم صباح الخير يا استاذ صباح الخير يا اولاد يلا ركبوا بطرعة بقى عشان ما نتأخرش انا ديت معاد لصاحب المحل اللي هنقجره اتفضلوا عشان تشوفوا المحل هيعجبكم ان شاء الله ها ايه رأيكم بقى في المكان رأيك ايه يا استاذة المكان حلو جدا ومناسب انه تعمل مطعم كويس ان شاء الله يا ماما هيبقى احسن مطعم في المدينة وهيبقى احسن اجلي جمان خلاص انا هتفق بقى مع صاحب المكان وهنمضي العقدة على طول ان شاء الله ومن بكرة بقى نبدأ التحضير وانتي لازم تكوني موجودة وتشرفي على التحضير بنفسي انا مش عارفة اشكرك ازاي يا استاذ محمود جميلك ده مش هنساء ابدا وان شاء الله ربنا هيكرمك اكتر واكتر عشان انت راجل طيب متشكر جدا يا استاذة يلا بقى انا هوصلكم عشان ارجع اكتب العقد مع صاحب المحل الاكل هنا حلو جدا ايو ايو انا هبقى جي هنا على طول الاكل الحلو ده كويس ان انت جبتينه هنا الف مبروك يا ماما اخيرا حققت المشروع اللي كنت بتحلامي بيه من زمان الحمد لله يا ولاد ربنا الكريم قوي وكل الناس يا ماما مبسوطة من الاكل قوي ايوة الحمد لله يلا اعودوا بقى على الترابيزة وانا هعمل لكم صندويتشات بتحبوها طب وانا كمان مش هتعملولي صندويتشات معاكم يا خبر استاذ محمود ده المطعم كله تحت امرك اشتركوا في القناة